السلام عليكم البيع راح تكلمنا عن حرف الجر دا اليوم راح نتكلمو عن حرف الجر ا وقبل ما ان نبدأ فيها الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم اشعارات الفيديوهات الجديدة اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب وترك تعليق اسفل الفيديو اذا فهذا الحرف معناه الى بالنسبة لهذا الحرف ايضا راح نستخدمه التوافق الصوتي الثنائي لماذا؟ لانه عندنا شكلين عندنا ا وعندنا ا فهنا اما اذا كان عندنا الكلمة انتهت بحرف صوتي ثقيق فنضع ا اذا انتهت بحرف صوتي خفيف راح نضع ا مثلا نقول لك مرات اكولة جديو يعني مرات يذهب الى المدرسة عندنا اكولة هي الى المدرسة اكول مدرسة اكولة الى المدرسة هنا ضفنا حرف ا لماذا؟ لانه اكول انتهت بحرف صوتي ثقيل واللي هو ا فوضعنا ا فاصبحت اكولة الى المدرسة نعطيكم مثال اخر اضايا جيت اضايا جيت اذهب الى الغرفة نركز على كلمة اضايا اللي هي الى الغرفة اضا الغرفة كلمة اضا اخر حرف صوتي فيها هو حرف ا لهذا وضعنا الشكل الاول اللي هو ا لكن كلمة اضا انتهت بحرف صوتي لهذا راح نضع حرف حماية لانه حرف الجر ايضا هو حرف صوتي فوضعنا حرف الحماية ي ما بين الحرفين الصوتيين ا و ا لتصبح اضايا مثال اخر لما اريد ان اقول الى العمل العمل هو ايش 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 معناها الى العمل هنا ضفت حرف ا لماذا؟ لانه اخر حرف صوتي في كلمة ايش هو حرف ا لهذا نضع حرف ا لانه حرف خفيف فتصبح ايش الى العمل وبالنسبة لاسماء العلم نفس الشيء ايضا نوضع اسم العلم الوحده بعده فاصلة بعده حرف الجر مثلا استنبولا استنبولا الى استنبول هنا نوضع استنبول بعدها فاصلة بعدها حرف ا